موسيقى عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول إن الملائكة الذين نصروا محمدا صلى الله عليه وآله يوم بدر خمسة آلاف ملائكة جاءوا في بدر ونصروا النبي صلى الله عليه وآله في الأرض هؤلاء بعدهم موجودين أولئك الملائكة مو إحنا فقط نعيش حالة الانتظار أولئك الملائكة أيضا يعيشون حالة الانتظار ما صعدوا بعد يعني إلى عهد الإمام الباقر صلوات الله عليه ولا يصعدون هؤلاء باقون في الأرض حتى ينصروا صاحب هذا الأمر وهم خمسة آلاف وعددهم مذكور أيضا في القرآن الكريم إذن هذا يمثل إمدادا غيبيا للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه ولكن الشيء الذي يبدو من روايات أخرى أن الإمداد الغيبي جزء القضية هذا التصور الموجود عندنا أن الإمام المهدي صلوات الله عليه عند بعضنا يأتي وبدون أي مقدمات وبدون أي مؤونة وإذا بالكرة الأرضية كلها تخضع له هذا التصور تنفيه الروايات أكو هناك جبابرة حاكمون أكو هناك طغاة أكو هناك أفراد مصالحهم تتعرض للخطر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عندما جاء ألم ينكره علماء بعض علماء اليهود والنصارى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم بعضهم طبعا ولكن هناك مصالح في القضية جماعة يخرجون إلى الإمام المهدي ويقولون لا حاجة لنا فيك ارجع من حيث أتيت الطواغيت ما حاربوا النبي صلى الله عليه وآله ليش الطواغيت حاربوا النبي صلى الله عليه وآله ويحاربون الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجع الخط الأموي الخط الأموي موجود الخط الأموي لم ينتهي رأيتم بعض آثار بعض مظاهر الخط الأموي في العراق الذين كانوا يأخذون المؤمنين ويأمرونهم أن يشتموا أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب صلى الله عليه أمير المؤمنين على الأقل هو الخليفة الرابع يقولون إما تشتم وإما نذبحك الخط الأموي موجود الخط الأموي لم ينتهي وهؤلاء يقفون أمام الإمام المهدي صلوات الله عليه والإمام المهدي صلوات الله عليه لا ينتصر عليهم بالمعجزة فقط وبالإمداد الغيبي فقط يقول لما قدمت المدينة قلت لأبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر صلوات الله عليه إنهم يقولون الناس يقولون إن المهدي لو قام صلوات الله عليه لستقامت له الأمور عفوا عفوا كما يبدو يعني بلا تعاب بلا مؤونة فقال كلا الإمام الباقر والذي نفسي بيده لو استقامت لأحد عفوا لاستقامت لرسول الله صلى الله عليه وآله حين أدميت رباعيته المعروف يقولون كسرت رباعيته هذا معروف الوالد رحمه الله كان ينفي ذلك كان يقول ما كسرت وهذه الرواية تقول أدميت إدماء وشج في وجهه النبي صلى الله عليه وآله الإمداد الغيبي كانت جزء المعادلة ولم يكن كل المعادلة كانت هناك معانات كلا والذي نفسي بيده حتى نمسح وأنتم العرق والعلاق ثم مسح جبهته العلام المجلسي رحمه الله في البحار يقول العلق الدم الغليظ وهذا كناية عن ملاقات الشدائد التي توجب سيلان العرق والجراحات المسيلة للده عرق جهاد ميدان جهاد نحن وأنتم هم إحنا هم إنتم والعلاق بعض الولاة هذه طبعا في المراحل الأولى الولاة الذين يعينهم الإمام المهدي صلوات الله عليهم في بعض البلاد يقتلون جماعة يقومون ضدهم ويقتلونهم فيرجع الإمام المهدي صلوات الله عليهم إليه للاحظوا الرواية الأخرى يقول الإمام الباقر صلوات الله عليه في هذه الرواية ينزل المهدي باللفظ الآخر صلوات الله عليه يوم الرجفة بسبع قباب من نور لا يعلم في أيها هو ظاهر كلمة ينزل لعل ظاهرها يعني ينزل من السماء في قباب من نور لا يعلم في أيها هو حتى ينزل ظهر الكوفة لماذا لا يعلم في أيها هو هذه المراحل الأولى لعله تحفظا من بطش الأعداء لأن إذا عرف الإمام المهدي صلوات الله عليه الخط الأموي خط الجبابرة لعله يقتلون الإمام المهدي يعني يحاولون قتله فالقضية ليست فقط قضية غيبية قضية غيبية قطعا وإمداد الله موجود قطعا وعناية الله موجودة قطعا وخمسة آلاف من الملائكة ينزلون ولكن أيضا هذه الروايات تدل على أن هناك أيضا بعدا طبيعيا في حركة الإمام المهدي صلوات الله عليه كما كان هذا البعد الطبيعي في حركة رسول الله صلى الله عليه وآله اشتركوا في القناة